موسيقى 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 ستة أشهر تفصيلنا على الانتخابات الأمريكية تحتدم فيها المواجهة وتحتد بين المنافسين الأساسيين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب فاستطلعات الرأي تظهر تقاربا حادا بين المرشحين في قضايا أساسية تهم الناخب الأمريكي في إشارة إلى سباق محموم قد تحسم فيه النتيجة بفارق ضائل من شأنه أن يعزز الانقسامات الموجودة أصلا في الشارع الأمريكي وفي أروقة الكونغرس وأن يتسبب بموجة جديدة من رفض نتائج الانتخابات وكأن هذا لم يكن كافيا لزعزعة المشهد السياسي لتأتي محاكمة ترامب في نيويورك مصحوبة بعاصفة ستورمي دانيلز وتصب الزيت على نار التجاذبات الحزبية التي وصلت إلى ذروتها في تهديد جديد بعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك تونسون فما هي دلالات أرقام الاستطلاعات؟ وهل تشير إلى نقاط ضعف وقوة وقوة كل مرشحة على حدة؟ لماذا عادت قضية عزل رئيس مجلس النواب إلى الواجهة رغم دعم ترامب له؟ وهل بدأ الرئيس السابق بالتمهيد لفكرة رفضه نتائج الانتخابات في حال فوز بايدن؟ أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف معنا هنا في استوديو لورن بيلور المدير المساعدة في جمعية تروسبيرتي ناو معنا أيضا دانيال لبمن مراسل البيت الأبيض في صحيفة بوليتيكو عبر زوم ينضم إلينا هال لامبيرت مؤسس شركة بوينت بريتش كابيتل وعضو سابق في لجنة تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب أهلا بكم معنا تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقاربا بين بايدن وترامب على أبرز الملفات التي تهم الناخب الأمريكي نشاهدها معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى إذن لورين بحسب أرقام الاستطلاعات وهي أرقام طبعا لا نعلم ما أذا كانت صحيحة أم لا بناء على تجارب السابقة في الاستطلاعات في الانتخابات الأمريكية لكنها تظهر تقارب في كثير من الملفات ملفتني هو أن هناك تقارب كبير بين موضوع الحماية حماية الديمقراطية تعادل تقريبا بين بايدن وترامب هل فاجأك هذا؟ لم يفاجئني أبدا فأيضا في استطلاعات أخيرة من 538 رأينا أنه على موضوع عدم الإنصاف من وجهة نظر الشعب الأمريكي تشير النتيجة إلى ارتفاع هذا المؤشر بستة عشرة نقطة لترامب من جهة أخرى تصنيف عدم الموافقة لبايدن قد ارتفع باثنتين وعشرين نقطة ونصف وهذا يظهر أن النتيجة قد تختلف بلحظة وهذا لا يفاجئني مع موقف إدارة بايدن الأخير فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين فهذا سيلعب دورا كبيرا وأساسيا في معركة الانتخابات هذه لذا سنرى المزيد من نتائج الاستطلاعات المماثلة وعلى الرغم بأنها لا تشكل مؤشرا دقيقا في هذه المرحلة لكنها ستلعب دورا في تحديد الثغرات التي ينبغي التطرق إليها ودانيل أنت عملت طبعا في البيت الأبيض تغطي البيت الأبيض منذ فترة طويلة هل تفاجئك أو هل تثق بأرقام الاستطلاعات اليوم؟ أعتقد أنه من المثير للاهتمام حقا أن تكون الديمقراطية هي القضية الأولى لكل من الجمهوريين والديمقراطيين لكن لأسباب مختلفة فالديمقراطيون يخشون أن عودة ترامب إلى الرئاسة ستعني نهاية الديمقراطية إذ سيصبح دكتاتوريا كما قال مازحا بالإضافة إلى تهديده بتمزيق الدستور بينما الجمهوريون فلديهم شك فيما يلقبونه بنزاهة الانتخابات أكان هناك بطاقات اقتراع مزورة في البريد على الرغم من وجود عدد صغير جدا من الأصوات المزورة وحتى الآن هم لا يعتقدون بأن جو بايدن رئيس شرعي إذن علينا أن نقوم بالكثير لكي يستعيد الأمريكيون الثقة بالانتخابات وتبعا سوف نعرض تصريحات ترامب الأخيرة حول هذا الموضوع كما ذكرت دانيل وهنا أنتقل إليك هال في موضوع أيضا استطلاعات الرأي تقارب كبير بين المرشحين وهذا يعني بأن النتيجة سوف تكون متقاربة للغاية وتعتمد على ولايات متأرجحة برأيك اليوم إلى من تتميل الكفة في هذه الاستطلاعات وماذا تدل هذه الاستطلاعات لا أعتقد أن الديمقراطية هي الموضوع الأهم قد تكون الموضوع الأهم في واشنطن العاصمة مع النخبة لكنها ليست الأهم بالنسبة إلى الأمريكي العادي الموضوعان المهمان بالنسبة إلى الشعب الأمريكي هما الاقتصاد والهجرة وحاليا لا يمكننا أن ننكر أن أمريكا أفقر مما كانت قبل أن يتسلم جو بايدن دفة الرئاسة إذا ما نظرنا إلى الأجور الحقيقية فهي سلبية الأجور الحقيقية هي الأجور المحتسبة بعد التضخم وبسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية خلال إدارة بايدن الجميع فقير رغم ارتفاع الدخل لكنهم لم يستطيعوا مطابقة التضخم وإذا ما نظرنا إلى وضع الهجرة فهي كارثة بحد ذاتها لدينا الملايين الذين يحاولون التنافس على الإسكان والوظائف وعندما ننظر إلى الإسكان فإنه أيضا قد وصل إلى مستويات عالية خلال رئاسة بايدن منذ ثلاث سنوات ونصف إذن الناس غير راضين أبدا في هاتين المسألتين وترامب متقدم أكثر بكثير فيهما وسيحسم الأمر في الولايات الست المتأرجحة إننا ننظر إلى أريزونا ونيفادا وويسكنسون وميشيغان وبنسلفينيا ونيوهامشير باعتبارها الولايات المتأرجحة هذه الولايات التي ستقرر مصير السباق وترامب في الطليعة في جميع هذه الولايات وحتى على صعيد وطني أعتقد أن الأمر كارثي بالنسبة لبايدن فهو لا يستطيع قراءة الملقن لا يمكنه التحدث عن الاقتصاد أو حتى التحدث خلال مقابلة من دون القيام بأخطاء خطيرة قد يقول البعض بأنه محاطم بفريق جيد لكن إذا نظرنا إلى ما قد صدر فإن رئيس مجلس الاقتصاد في البيت الأبيض جيريد برينستين لا يعلم كيف تعمل الهيئات الفيدرالية وأيضا تأثير التضخم في حالة طباعة النقود الشعب الأمريكي غير واثق بأن بايدن سيستطيع القيام بأي شيء لكي يقلب الوضع الاقتصادي قبل الانتخابات في نوفمبر الجميع يعرف هذين المرشحين وسيكون من الصعب جدا تغيير الأراء من الأشهر الستة السابقة وهنا إليك لورين أريد أن أتوقف معك قليلا بحكم خبرتك في ولاية ميشيغن وهي من الولايات التي ذكرها هال في موضوع الولايات المتأرجحة هذه ولاية يحتاج إليها بايدن للفاوز وكما ذكرت هناك موضوع اليوم حرب غزة مع أيضا الانكميتد فوت أو عدم الالتزام يبدو بأن هناك تردد في الناخب الداعم سابقا لبايدن في دعم بايدن اليوم هل هذه مشكلة بالنسبة لبايدن تعتقدين؟ لا أرى الأمر كمعركة وأعتقد أنه يجب علينا أن نأخذ بالاعتبار ما حصل في الانتخابات النصفية فقد كانت قوية جدا وإعادة انتخاب الحاكم جريتشين ويتمر هو عامل رئيسي ومن المهم أن نتحدث عن الولايات المتأرجحة لأني أعتقد في الحقيقة أن ميشيغن قد مالت إلى الأزرق بشدة في عدد من الانتخابات السابقة ولا أعتقد أن نسبة الناخبين كافية لكي تدفع بتغيير تصويتهم حول إدارة بايدن هذا علما بأننا نتحدث عن ولاية حاول فيها ترامب الإطاحة بالانتخابات وبرأيي هذا ما سيبقى وهذا ما سيتذكره الناخبون أيضا النقاش عن الإجهاد والقوانين الخاصة به فهذا لعب دورا مهما في ولايات الغرب الأوسط رأينا ما حصل في الانتخابات النصفية في أوهايو أيضا إذن ميشيغن ستكون حقا ساحة معركة ومع المعارك القضائية التي يمر فيها ترامب حاليا فهو لن يكون لديه الوقت لمهاجمة هذا المكان ودانيل أيضا ذكرها لنقطة أداء بايدن وهذه نقطة يتخوف منها حتى الديمقراطيون هناك ربما مشكلة يتحدث عنها البعض هي مشكلة إيصال الرسائل من قبل البيت الأبيض وهذه لمسناها في استطلاعات الرأي عندما تفوق أو عندما تعادل حتى ترامب مع بايدن مثلا في موضوع حماية الديمقراطية هل يتمكن البيت الأبيض من تصحيح هذه الرسالة التي يرسلها إلى الأمريكيين برأيك؟ إنها مشكلة رئيسية بالنسبة إلى الرئيس بايدن لأنه يجب أن يرفع نتائج الاستطلاعات ولا يمكن القيام بذلك سوى عبر التحدث إلى الناس وهو رسول غير وافق من نفسه ويتلعثم بكلامه كثيراً ولا يبدو وكأنه واثق كما أنه يبدو أكبر سناً بكثير وهو يشارك في فعاليات أكثر هذه الأيام وخصوصاً في نهاية عطلة الأسبوع كثيراً واضطر إلى جعل الفعالية أصغر بسبب الاحتجاجات الموالية لفلسطين والمحتجين الذين كانوا يواجهون بايدن إذن قد نقلوا الحدث إلى أماكن أصغر أي أن هذا يؤدي إلى عدم الوصول إلى الناخبين المتأرجحين والمنصة بأكمالها لذا أعتقد أن هناك عدداً كبيراً من الديمقراطيين القلقين في الانتخابات الأخيرة 2020 كان يمكن التصويت من الطابق السفلي في منزلك بسبب الجائحة الآن يجب أن تكون مشاركاً في المحطات الانتخابية لتطالب بكل صوت وهل في الملفات التي يهتم بها الأمريكيون كما ذكرت هناك دوماً ملفة الاقتصاد على رأس هذه اللائحة لكن أيضاً هناك ملفات أخرى تهم الناخب الأمريكي خاصة المرأة الأمريكية وهي فأة انتخابية مهمة يجب أن يفوز كل من بايدن وترامب بتصويت المرأة الأمريكية للفوز في الانتخابات هل توافق مع هذا؟ هل توافق بأن هناك ضرورة لاستقطاب صوت المرأة اليوم في الولايات المتحدة؟ بالطبع فإن النساء يشكلن نصف عدد الأصوات أو حتى أكثر قليلاً إذن بالطبع هن مهمات حاول الديمقراطيون أن يجعلوا الإجهاض المسألة الأهم لكن ذلك لم يصب في مصلحتهم فهم يذكرون الموضوع باستمرار وهناك أحداث كثيرة في الوقت نفسه أكانت في الشرق الأوسط؟ أو تتعلق بالاقتصاد؟ لذا كان من الصعب عليهم أن يجعلوا من هذه المسألة عائقاً سيحاولون وسيبذلون جهودهم في الأشهر الستة القادمة لوضع الإجهاض في أعلى الأولويات لأنهم يعتقدون بأن ذلك يساعدهم لست متأكداً بأن هذا سينجح لكني أوافق بأن ميشيغين ستكون ولاية صعبة إذ نجحوا بانتخاب الحاكم جريشين ويتمار هناك لكن سيصعب على بايدن أن يدافع عن القضية في أماكن مثل أريزونا ونيفادا لذا سنرى ما سيحدث فيما يتعلق بهذه القضايا لكن حالياً تبدو الأمور جيدة فعلاً بالنسبة إلى ترامب خصوصاً وأنه متقدم في القضايا الرئيسية بينما القضايا الأقل أهمية والتي ربما يتقدم فيها بايدن فهي لا تنفعه في الحقيقة هو يائس حقاً نرى بأنه يحاول شراء الأصوات من خلال العفو عن القروض الطلابية وأمور مماثلة وهو لم يدعم قاعدة داعميه ونراه يتأرجح حول ما يجري بين إسرائيل وفلسطين ويقوم بقرارات مختلفة كل يوم لأن قاعدته لا تدعمه في هذه القضية والأمر يصبح مشكلة حقيقية عندما يقترب فصل الصيف وقاعدة المناصرين لا تدعمك تماماً وأبقى معك هنا هل سريعاً لو سمحت هو موضوع الأجهاض كما ذكرت هو من المواضيع الأساسية اليوم يتقدم بايدن بشكل كبير بحسب الاستطلاعات هو استطلاع من ABC إبسوس في هذا الموضوع ماذا يمكن لترامب فعله كي يغير المعادلة؟ هذه نقطة مثيرة للاهتمام فقد حاولوا دفع هذه القضية على ترامب ولم ينفع الأمر فقد تفوق في اتخاذ موقف يتأرجح بين جانبي القضية لذا كان من الصعب جداً اتهامه بقضية الإجهاض إذ ربطوا قضاة المحكمة العليا بها قائلين بأنها غلطته لكن لا أعتقد بأن الناخب المتوسط يصدق ذلك أعتقد أن ترامب قام بعمل جيد فيما يتعلق بقضية الإجهاض من الواضح أن القرار النهائي عاد إلى الولاية نفسها وبرأيي هنا إن الحزب الديمقراطي هو الحزب ذو الرأي المتطرف حول هذا الموضوع وقد صوت معظم الحزب في مجلس النواب بالسماح بالإجهاض حتى فترة الولادة وهذا أمر غير مسموح في أوروبا ودول أخرى معظم الناخبين يعتقدون بأن هذا رأي متطرف وهناك وسيلة للرد على الحزب الديمقراطي بكونه متطرفا أيضا ومجددا لا أرى قضية الإجهاض من بين أهم القضايا لهذه الدورة كما يرغب الديمقراطيون باعتبارها وسوف نتحدث بالتفصيل عن استراتيجية ترامب في الموسم الانتخابي والمحاكم والقضايا التي يواجهها لكن أولا نتوقف مع فاصل قصير من بعدين نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن في خضم السباق الرئاسي يجلس ترامب في قاعة محكمة نيويورك بمواجهة قضية أموال الصمت لكن هذا لم يمنعه من إثارة الشكوك والمخاوف بخصوص اعترافه بنتيجة الانتخابات في حال فوز بايدن نشاهد معا أبرز مراحل المحاكمة وتصريحات ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكن لا يبدو من حيث أرقام الاستطلاعات بأن هذا يؤثر على أدائه مع الناخبين ولن يؤثر فهو كان يعلم بأن هذه المحاكمات القضائية ستحدث ولأعتقد أنها ستؤثر أو تؤذي قاعدته الانتخابية فقد كان هناك اتهامات عديدة غيرها قبل 2016 إذن هي لن تؤثر على قاعدته لكنها ستؤذي فرصه في بناء قصة مختلفة أو تقديم وجهة نظر مختلفة فالاعتماد على فكرة قديمة نوعاً ما بالإضافة إلى قدرة مضطربة وغير مستقرة للقيادة هذا ما يؤذي القاعدة لكن أيضاً لا ندري ما قد تكون نتيجة هذه المعارك القضائية فترامب هو الرئيس السابق الوحيد الذي حظي بمجلس وزراء قد قطع كل علاقاته معه وهذا سيلعب دوراً رئيسياً بينما نفكر في استمرار الدعم من القاعدة ولدينا محافظون قديمون مثل ميت رومني والذي دعم بايدن في انتخابات 2020 وسيتم اللعب هذه الورقة مجدداً بينما ننظر إلى 2024 ودانيل ذكرت لورن اسم ميت رومني هو من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يترشحوا لولاية ثانية في المجلس لأن هناك تخوف أيضاً من خسارة هؤلاء اليوم في سناديق الاقتراع بسبب ما يوصف بتأثير ترامب على القاعدة الانتخابية الجمهورية كيف ترى المشهد اليوم خاصة فيما يتعلق بالجمهوريين؟ لا أعتقد أن الدعم من أشخاص مثل ميت رومني سيلعب دوراً كبيراً لأن معظم الأشخاص يصوتون بحسب إذا كانوا يشعرون بأن حياتهم أفضل اليوم مقارنة بما كانت عليه منذ أربع سنوات حين انتخاب الرئيس والمثير للاهتمام حول الوضع الاقتصادي للناس هو أن معظم الأشخاص يقولون بأن وضعهم المالية الشخصية جيد والاقتصاد في الولاية بحالة جيدة أيضاً لكنهم يعتقدون أنه على مستوى قومي أو وطني أن الأمور سيئة بالفعل اقتصادياً لذا أعتقد أننا نرى وصمة التضخم منذ سنوات قليلة حتى الآن والتي شكلت الانطباع الأول لبايدن نوعاً ما وهو مضطر إلى إعادة بناء أو تغيير هذه الصورة وعدد كبير من القوانين التي وقع عليها في الكونغرس كانت مشاريع قوانين موجودة منذ فترة طويلة إذن البنية التحتية وقانون الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والرياح هذه أمور لا تؤمن لقمة العيش لمتوسط المواطن الأمريكي وفي بعض الأحيان قد تكلف مالاً أكثر بينما ننتقل إلى اقتصاد أخضر وهو مضطر لقبول فكرة أنه لا يمكن لرئيس أن يؤثر على اقتصاد إلى حد كبير وهل الإدارة الديمقراطية لديها صعوبة ربما في التوجه أو في الحديث مع الناخب الأمريكي خارج واشطن كما ذكرت في بداية الحديث اليوم نرى بأن هناك مناصرين للرئيس السابق دونالد ترامب لديهم ولاء كبير للرئيس السابق مهما يحصل معه سوف يستمرون بالتصويت له وبدعمه لكن المستقلين اليوم وهي أيضاً فئة انتخابية مهمة اليوم في الولايات المتحدة لديهم تردد في حال إدانة ترامب في القضايا الموجهة ضده كيف برأيك يجب أن يتعامل ترامب مع هذا؟ هذه نقطة جيدة والمثير للاهتمام برأيه هو أن المحاكمة القضائية تساعد في التأكيد على دعم قاعدة الناخبين الخاصة بترامب فالمحاكمة والديمقراطيون هم من يقومون بذلك لأن قاعدته ترى أنه يعامل بطريقة غير منصفة وقد بدأ ذلك منذ اللحظة التي انتخب فيها مع قضية الخدعة الروسية هذه تعد تكملة لما حصل عندما نتحدث عن المستقلين أعتقد أن المحاكمة تساعد في استقطاب المستقلين إلى جانب ترامب أيضاً لأنه من خلال التغطية نرى بأنها قضية غريبة وليست منطقية ويبدو أنهم يحاولون استخدام قانون ما قد تم خرقه لكن لا أحد يمكن أن يعرض هذا القانون بطريقة واضحة لا أعتقد أن ذلك يساعد الديمقراطيين بل يؤذيهم مع المستقلين وفي حال تمت إدانة ترامب وهو أمر يبدو أقل احتمالاً من المحتمل أن يصبح لدينا لجنة محلفين معلقة أي أن هناك عضواً أو اثنين لن يعتبروه مذنباً وسيكون ذلك مثيراً للاهتمام ولا أحد يتكلم عن هذا الأمر لأنه في هذه الحال هل سيحاول إعادة محاكمته؟ وفي هذه الحال ستطول الأمور لمدة أطول وبرأيي سيكون لهذا تأثير سلبي كبير بالنسبة إلى الديمقراطيين لأنه سيبدو وكأنه نوع من التحرش إذا أدين ووجد مذنباً ما هي النهاية المرغوبة هنا فهم لن يضعوه في السجن هل سيفرضون غرامة أم ماذا؟ في الحقيقة لا أرى أن ذلك يؤذيه مع المستقلين بعض الاستطلاعات أظهرت بأنه إذا أدين سيتخلى عنه المستقلون لكن أعتقد بأنهم يعتبرون المحاكمة غير منصفة وستصب في مصلحته ولورين هذه القضية في نيويورك يصفها البعض بأنها أضعف قضية بالنسبة للقضايا الموجهة ضد ترامب ويبدو بأن استراتيجية فريق ترامب الدفاعي في تأجيل واستئناف المحاكمات الأخرى تنجح يعني اليوم مثلاً فلوريدا قادية فلوريدا قررت تأجيل المحاكمة فيما يتعلق بالوثائق السرية هل أساء اليوم الديمقراطيون تقييم هذا الموضوع في قضية نيويورك؟ لا أعتقد أنه كان هناك خطأ في التقييم أعتقد أن الديمقراطيين يريدون تحديد المسؤولية لكنهم لا يريدون التحرك مبكراً لدينا نافذة زمنية محدودة جداً والناخبون يهتمون لفترة قصيرة بصراحة إذن تقديم إثباتات إضافية بينما نقترب من الدورة الانتخابية على الأرجح سيكون أفضل استراتيجياً استخدام الوثائق أو اكتشاف الملفات يقدم إثباتات أو حتى قد ينتج عن إيصالات لقاعدته لكن موقف قاعدته لن يتغير أبداً وأعتقد أن الديمقراطيين يرون بأن الأقل قد يؤدي إلى نتيجة أفضل ورأينا ذلك في الانتخابات النصفية كان بإمكانهم تقديم هذه الإثباتات قبل ذلك الانتظار والاقتراب بموعد الانتخابات سيدعم الاستراتيجية التي قد يستطيع الديمقراطيون استخدامها وأيضاً ما رأيناه في 2020 مع جورج فلايد وكوفيد 19 هذه الأمور أدت إلى دعم إضافي لبايدن أعتقد أن التقدم التدريجي سيكون أساسياً في نوفمبر ودانيل ونحن نتحدث عن هذه القضايا طبعاً تحدث ترامب مع الصحفيين ويبدو بأنه بدأ فعلياً بالتلويح بأنه لن يعترف بنتيجة الانتخابات التلويح باحتمال ربما نشوب أعمال عنف في حال فوز جو بايدن هو وحتى أحد المرشحين الأساسيين لمنصب نائب الرئيس السناتر الجمهوري تيم سكوت لم يتحدث بشكل واضح عن الاعتراف بنتيجة الانتخابات ما رأيك بهذا؟ أعتقد أنه من غير المرجح أن يعترف ترامب بنتيجة الانتخابات في حال خسر لكن ذلك لن يؤثر لأن بايدن استطاع أن يتسلم دفة الرئاسة لا أعتقد أن الكونغرس سيرفض منح جو بايدن الأصوات الانتخابية التي يحتاجها لا أعتقد بأن أحداث السادس من يناير ستتكرر فمعظم داعمي ترامب دمرت حياتهم إذ دخلوا الكابيتول بطريقة غير شرعية واتهموا بذلك حتى دخل بعضهم إلى السجن وخسروا وظائفهم وزواجهم كل شيء لذا لا يمكنني أن أتخيل أن هناك العديد من دعمي ترامب يفكرون بأن الأمر قد نجح بالفعل في المرة السابقة أعتقد أن هذه صورة سيئة للديمقراطية عندما لا يتقبل الخاسر النتيجة ولا يتصرف بكرم أخلاقي عندما يخسر لكن أعتقد أن هذا أمر غير اعتيادي خاص بترامب لكن لا يمكنني أن أتصور أن المرشحين المستقبليين من الحزب الجمهوري سيسلكون الطريقة نفسها في المستقبل كنا نتحدث عن هذه الانتخابات وذكرنا موضوع بأنها على الأرجح أن تكون نتيجة متقاربة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية هذا يمهد أيضا لما قاله ترامب هو قد لا يعترف بنتيجة الانتخابات في حال كان الفوز قريب أو النتيجة قريبة بين المرشحين كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هناك بعض النقاط لا أعتقد أن ترامب صراح بأنه لن يعترف بالنتائج لا أعتقد بأنه أجاب على السؤال لكن بالعودة باختصار لما قيل ولماذا ذلك يظهر أن هذه الاتهامات هي اتهامات سياسية فقد قالت بأنهم سينتظرون للاقتراب من نوفمبر لكي يقدموا إثباتات إضافية من هم؟ هل نتحدث عن وزارة العدل عن المحاكم؟ ما يفترض أن تكون عملية حيادية وعادلة قد تم تسييسها ويتم إلقاء المزيد مع اقتراب الانتخابات هذا يظهر صلب المشكلة وما يعتبره الناس غير منصف هو أن هذه قضية مسيسة لكي لا يفوز دونالد ترامب بالرئاسة من خلال استخدام قضايا ملفقة ضده وهذا خير مثال على ذلك لكن تسألين عما إذا كان سيعترف بالنتائج من الأمور التي قد تفيد الانتخابات هي إن شعر الناس بأنه لم يكن هناك فرصة للتزوير عندما يكون هناك أوراق اقتراع بأعداد كبيرة مرسلة بالبريد كما هي الحال في نيفادة حين يرسلون بالبريد أوراق اقتراع لأشخاص غادروا الولاية منذ عشر سنوات عندما يتم التوقف عن عد الأصوات في عدد من الولايات المتأرجحة في الثالثة صباحا لا يعطي ذلك أي ثقة إذن نأمل أننا لن نرى هذه الأمور تحصل وإن استطعنا تأكيد عملية التصويت لكي يثق الناس بأنها عملية عادلة لا أعتقد بأن هناك أي شخص سيجد صعوبة أو مشكلة في الاعتراف بالانتخابات كانت المرة السابقة غير اعتيادية لأن ولايات عديدة غيرت قوانين الاقتراع في عام الانتخابات لكي يسهل الإدلاء بالصوت من دون بطاقة هوية ومن خلال إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو في صنضيق خاصة وكان هناك شعور بأن الأمور خرجت عن السيطرة ونأمل أن لا تحدث هذه الأمور هذا العام طبعا وهنا نذكر بأن هناك قضايا كثيرة رفعت في المحاكم الأمريكية للطعن بنتيجة الانتخابات ولم يكن هناك أي أدلة فعلية تظهر بأن النتيجة فعليا كانت تقع لصالح ترامب مقابل بايدن لكني أريد أن أترك للورين فرصة الرد على مقاله هال من قصدت لورين عندما قلت هم سوف يطرحون المزيد من الأدلة قصدت الحزب الديمقراطي أعتقد أنه عندما نتعامل مع شخص تصرف بغباء وغير نوج حيال نتائج الانتخابات وقد ظهر ذلك ليس فقط في ميشيغان بل في جورجيا أيضا وعلما بأنه لدينا مارجري تيلر جرين التي اختارت الإطاحة وقد رفض الطلب بعدد كبير من الأصوات من الدموقراطيين والجمهوريين إذن عندما يكون لدينا ممثلة في الكونغرس ما زالت تعمل وتدافع بالنيابة عن ترامب لتطيح بالنتائج فهذا يظهر الحاجة إلى استراتيجية وهذا تحديدا ما قلته وعنيته تعقيبا على نقطة هال حيال عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات نظرا لعملية الانتخاب فإن الحرص على التأكد من هويات المقترعين والتصويت الغيابي وغيرها من العمليات الاقتراعية هو أمر مهم لأنه يجب أن نعترف بوجود حرمان الانتخاب تاريخيا هو الذي يطبق على السود والسكان الأصليين والأشخاص الملونين والنساء وهتان مجموعتان تم منعهما من الوصول إلى صناديق الاقتراع من قبل ترامب وحزبه إذن مع وجود هذه المهاجمات يجب أن يتم وضع استراتيجية للحرص على الناخبين لكي يعلموا بما يجري ولولن مهدت بشكل كبير للفقرة الثالثة من هذا البرنامج موضوع مايكل جونسون ومحاولات عزل رئيس مجلس النواب لكننا نتوقف الآن مع الفاصل الأخير من بعدين نعود المتابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج تقرير واشنطن الانتخابات الرئاسية ليست الانتخابات الوحيدة التي ستشهدها الولايات المتحدة إذ يتسابق الديمقراطيون والجمهوريون لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس الذي لم تخلو أروقته من القسامات الحزبية هذه المرة بين صفوف الحزب الجمهوري مع التهديد بعزل رئيس مجلس النواب مجددا نشاهد معا موسيقى 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 We need leaders in the House of Representatives that are going to get this done, not working for Hakeem Jeffries, not working for Joe Biden, and not going to be twisted and lulled into continuing the disgusting practices of Washington, D.C. Mike Johnson is not capable of that job. He has proven it over and over again. ترجمة نانسي قنقل موسيقى دانيال مشهد آخر في مجلس النواب محاولة لعزل رئيس مجلس النواب مرة جديدة باءت بالفشل اليوم كيف تصف تأثير أشخاص مثل مارجري تيلر جرين وهي نائبة جمهورية طبعا على الحزب الجمهوري أعتقد أن الحزب الجمهوري نفسه قلق حيال سلوك جرين في محاولتها لإثارة الفوضى ورفع نسبة التبرعات لها لتنعم بدقائق الشهرة الخاصة بها بينما من الواضح أنها فشلت لكن الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن الديمقراطيين أصبحوا يدعمون جونسون لم يكنوا سيساعدون كيفين مكارثي منذ عام مضى عندما تمت إطاحته من قبل مات جيتس عضو مجلس النواب من فلوريدا لذا يشعر ديمقراطيون بأن لديهم علاقة جيدة مع جونسون وقد تحمل المسؤولية حتى إن استغرق الأمر أشهرا لتأمين المساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل وللمساعدات الإنسانية في غزة وشحنة الأسلحة إلى تايوان لكنه نجح بفعل هذه الأمور ويشعرون بأنه رجل يحترم كلمته بينما مع مكارثي لم يثقوا بما كان يقوله أما الجمهوريون فهم لا يرغبون وهل طبعا الرئيس السابق كان لديه دور كبير في محاولة إقناع مارجري جرين بالتخلي عن هذه الجهود والمساعي لعزل جونسون ذكر نقطة مهمة للغاية قال بأن لا يجب على الجمهوريين أن يظهروا هذه الانقسامات الداخلية لأن هذا سينقلب عليهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية كيف ترى هذه المساعي أولا من قبل مارجري جرين تفاجأت بأنها أقدمت في المشروع من دون دعم ترامب حقا ومن المثير للاهتمام أيضا أن ماث غيتس لم يصوت لصالح الإطاحة بل للإبقاء على جونسون أو لم يصوت لم يكن على لائحة أعضاء المجلس الذين يريدون الإطاحة به لكن برأيي لم يكن أمرا ناجحا في النهاية كان يمكن استخدام نفوذ أكبر لتأمين التمويل للحدود الأمريكية والتي لم تكن في مشروع القانون هذا وأعتقد أن هذا ما قد أغضب الجميع من وجهة النظر هذه أعتقد أنه في هذه المرحلة تم الأمر لذا من الصعب التقدم بطلب تصويت للإطاحة به بينما تبعد الانتخابات بضعة شهور سنرى ماذا سيحدث في نوفمبر وإذا استطاع الجمهوريون الفوز بمقاعد إضافية في مجلس النواب ويفوز الرئيس ترامب يمكن عندئذ إعادة النظر في رئيس المجلس لكن برأيي هذا لم يكن الوقت المناسب وأبقى معك هنا أهال لنتحدث قليلا عن هذه الصلاحيات التي وفرها فعليا رئيس مجلس النواب السابق كيفين ميكارثي لعدد صغير جدا من الجمهوريين يعني لم يكن في السابق بإمكان نائب واحد أن يقف في مجلس النواب رغم معارضته الشديدة إذا كانت لرئيس المجلس ويطرح هذا تصويت من هذا النوع برأيك اليوم هل يحتاج مايك جونسون لتغيير القواعد مجددا؟ أعتقد أنه تاريخيا كان يمكن لعضو واحد في مجلس النواب القيام بذلك نانسي بيلوسي غيرت القانون لرفع العدد ثم مع انتخاب ميكارثي أعيدت القواعد لما كانت عليه سابقا أعتقد أنه تاريخيا لطالما كان ذلك ممكنا لكن لم يتم تنفيذ هذا القانون بهذه الطريقة فقد لاحق باينر وقد حصل ذلك قليلا لكن كان العدد أكبر لا أعتقد بأنهم سيغيرون القانون أعتقد أن ما حصل قد أوقف أي محاولات مستقبلية على الأقل لفترة ولبقية العام لذا أعتقد أننا سنمضي قدما ونركز على إعداد الموازنة للسنة الضريبية 2025 طبعا هنا ذكرت جون باينر هو رئيس مجلس النواب السابق هو جمهوري وهنا إليك لورن في موضوع الكونغرس موضوع الكونغرس مرتبط مباشرة أيضا بالانتخابات التشريعية التي سوف تشهدها الولايات المتحدة وهي انتخابات مهمة جدا ربما تكون بقدر أهمية الانتخابات الرئاسية لأنها سوف تقيم أيضا أداء الإدارة سواء كانت إدارة جمهورية أو ديمقراطية اليوم أغلبية صغيرة جدا يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب أيضا أغلبية صغيرة جدا يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ كيف تقرأين المشهد في الانتخابات المقبلة؟ لمن تميل الكفة؟ هذا سؤال رائع لأنني دائما ما سأؤيد بأن تكون الولاية هي الدافع الأبرزة للسياسة قد أكون متحيزة لهذا من خلال عمل الشخصي لكن ستلعب الولايات دورا رئيسيا لأن السلطة ستتدفق أكثر فأكثر إلى الولاية أولا لدينا بعض الأمور التي تحصل هناك تحركات كثيرة حول الحكمة البيئية والاجتماعية في العام والنصف الماضي وهذا التحرك يمنح المزيد من السلطة إلى الولاية أعتقد أيضا مع وجود نوع من أزمة الهوية مع الحزب الجمهوري فهم في مرحلة إعادة البناء وهذه هي النقطة الحقيقية أو الشفافية مع التصويت الأخير للإطاحة برئيس مجلس النواب جونسون والحصول على نتيجة 359 مقابل 43 فهذا يظهر كما قال هال بأن الأغلبية تحاول المشاركة في جهود ثنائية مما يبين نوعا من الاتحاد وأعتقد أن الناخبين يحبذون ذلك لكن فيما يتعلق بالمشهد المستقبلي سنرى تحولا في الولايات الحمراء فقد كان هناك المزيد من التشريعات ثنائية الحزب على الأقل من وجهة نظر اقتصادية في الولايات الحمراء ومع اعتبار الاقتصاد المسألة الأهم بالنسبة إلى الناخبين في هذه الدورة الانتخابية وفي كل دورة انتخابية سيتم استخدامه كأداة لضم الحزبين معا على الأقل في عدد من الولايات التي قد تحتاج إلى المزيد من النفوذ الديمقراطي سيكون هناك نفوذ أكبر من الحزبين في الولايات رأينا ذلك في العديد من مراكز الحاكمين وهنا بالقرب من العاصمة مع برجينيا فيانكن لا يحصل على ما يريده هنا وهو يعد من متدربي ترامب أعتقد بأننا سنرى تحولات كثيرة في العديد من الولايات وستتمحور حول مبادرات الاقتراع ودانيال نبقى كما تقول لورن في محيط واشنطن نتحدث أيضاً أمم عن وست برجينيا السناتر جو مانشن هو سناتر عيثة باعتداله ديمقراطي اليوم أيضاً قرر على غرار مترامني عدم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ هذا يعطي ربما مقعد للجمهوريين في مجلس الشيوخ أليس كذلك في ولاية وست برجينيا؟ هذا جو مانشن وهو عضو مجلس الشيوخ في ولاية فيرجينيا الغربية عضو معتدل جداً ولم يكن يتمتع بأفضل العلاقات مع إدارة بايدن في البيت الأبيض لأنه كان يحاول دائماً أن يجعل الأمور أكثر وسطية لذا هو يعد شوكة في خاصرة الديمقراطيين وليس هناك مرشح ديمقراطي ليحل مكانه لدى الديمقراطيين خريطة صعبة للدفاع عنها عموماً في مجلس الشيوخ هناك ولاية مونتانا مع جون تيستر الذي يواجه تحدياً صعباً والأمور لا تبدو رائعة بالنسبة إلى أوهايو وغيرها من الولايات مع هوامش ضئيلة لهذه الدرجة يشعرون بارتياح أكبر في مجلس النواب لأن هناك فقط عدداً قليلاً من المقاعد وعموماً يحرز الديمقراطيون نتائج أفضل في مجلس النواب خلال سنة انتخابية مقارنة بسنوات أخرى طبعاً من الولايات أيضاً هي ولاية ماريلاند حيث تقاعد أيضاً جون كاردن هو سنتر الديمقراطي وهناك مساعي وربما أمل للجمهورين في انتزاع أيضاً المقاعد في هذه الولاية وهنا إليك هال لنتحدث قليلاً عن طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض وبين الكونغرس بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لمسنا في الفترة الأخيرة وفي الأعوام الأخيرة تسييس بعض الملفات من محاولات عزل مثلاً الرئيس السابق دونيل ترامب إلى اليوم مساعي لعزل وزير الأمن القومي مايوركس بسبب أزمة الحدود لفتني أيضاً دعوة جديدة لتامب كاتن هو سنتر جمهوري يدعو إلى عزل بايدن بسبب تجميده لصفقة الأسلحة أو لشخنة الأسلحة لإسرائيل هل بات اليوم سؤالي هل بات اليوم موضوع العزل موضوع السياسي يتم استغلاله في المواسم الانتخابية؟ لا شك أنه يبدو بأنه أصبح موضوعاً يتم استغلاله أكثر فأكثر لم يكن لدينا حالات عزل لعقود ثم كان هناك بضعة حالات على مدى خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة أخيرة وقد تضاعفت الأمور مع ما حصل مع ترامب لا أعتقد بأنه سيكون هناك عزل لبايدن قبل نوفمبر أعتقد أن الأمر سيكون مضللاً وبرأيي مجلس الشيوخ غير موافق على ذلك لذا سنصل إلى نوفمبر من دون العزل في النهاية أعتقد أن الجمهوريين يملكون فرصة قوية للاستحواذ على مجلس الشيوخ بالحديث عن الخريطة هناك عدد أكبر من المقاعد الديمقراطية التي وصلت إلى نهاية ولايتها لذا من المرجح أن ينال الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب سيعود الأمر إلى الفائز بالانتخابات الرئاسية أعتقد إن فاز ترامب يفوز الجمهوريون بمجلس النواب ويرفعون من عدد المقاعد إن فاز بايدن من المحتمل أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب أعتقد أن هذا ما سيكون على لوائح الاقتراع ولم نتحدث عن الأمر لأنه ليس لدينا الوقت الكافي لكن هناك مرشحون للرئاسة من ضمنهم روبرت كينيدي إذن هناك عامل مهم لم ننظر إليه هل سيأخذ أصوات من ترامب أو بايدن؟ لا أعتقد أن أحدا يدرك أنه لدينا كورنيل ويست والحزب الأخضر إذن لدينا حزمة من المجموعات المختلفة على اليسار مع روبرت كينيدي وقد يصبحون عاملا في هذه السباقات المتقاربة طبعا خاصة وأن كما تدل أرقام السباق متقارب وفي بعض الولايات طبعا هناك ولايات لا تسمح بوجود أسماء مثلا مثل اسم روبرت آيف كي جونيور لكنها تؤثر فعليا على السباق في حال كان متقاربا وهنا ربما أستغل أيضا هذا الوقت المتبقف في الحلقة لأسألك لورن عن توقعتك اليوم إذا حصلت الانتخابات الرئاسية اليوم من برأيك سيفوز؟ قد تصير النتيجة في أي من الاتجاهات ولا أعتقد أن اختياري الخاص أو حتى النظر في الإدارة الحالية قد يوفر لنا الإجابة أعتقد أنه سيكون سباقا متقاربا جدا لأن هناك بعض العوامل ما زال هناك المحاكمة وكما ذكر هناك مرشحان آخران لا أعتقد بأنهم سيأخذون أصوات عديدة من بايدن أو ترامب لكن رأينا في انتخابات 2016 بأن بعض المرشحين قد نالوا عددا لا بأس به من الأصوات كان المشهد مختلفا لكن أعتقد أنه يجب أن نأخذ الأمر بالاعتبار ونضعه في هذا المشهد أيضا كما أعتقد بأننا لا نعلم ما سيكون وضع البلاد هناك تركيز كبير على الوضع بين إسرائيل وفلسطين وعلى التضخم واستنادا إلى تطور الأمور في الصيف فهذه العوامل ستلعب دورا كبيرا في الانتخابات ومع وجود التصويت المبكر في بعض الولايات ومع بداية التصويت الغيابي أعتقد بأن وجهات النظر ستتغير كثيرا وهذا ما سيعطينا فكرة أفضل لو طرحت السؤال في يوليو سيكون لدي عوامل أكثر لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نقدم توقعات محددة وطبعا هذا يطرح تساؤلات كثيرة وجديدة المحكمة العليا حكمت في هذا الموضوع ألغور وبوش حسيمة السباق في المحكمة العليا هناك أيضا سيناريو ربما حسب مجلس النواب للسباق لكن كما ذكرنا ستة أشهر قبل الانتخابات ووقت طويل قد يغير الناخب الأمريكي رأيه من هنا إلى ستة أشهر الآن وصلنا إلى نهاية حلقتنا أشكر ضيوف الكرام لورن بيلور المديرة المساعدة في جمعية بروس بارتي ناو أشكر أيضا دانيل لتمن مراسل البيت الأبيض في صحيفة بوليتيكو عبر زوم كنت معنا هال لامبرد مؤسس شركة بوينت بردش كابتل وعضو سابق في لجنة تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب شكرا لوجودكم معنا مشاهدين شكرا لكم للمتابعة نلقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج تقرير واشتراك اشتركوا في القناة